طيب يا دكتور هناك شبهة قوية شبهة قوم نوح أنهم كانوا يعني رجال صالحين فوضعوا لهم صوراً وأصناماً في بداية الأمر يعني فكانوا يعني يتعبدون الله عندما يعني يرون هذه الصور يعني تثير الإيمان في قلوبهم لمحبتهم لهؤلاء الرجال الصالحين لكن مع تطاول الزمن انقلبت هذه الصور إلى آلهة حقيقية فكيف يلام المخالف عندما يعني يشنع على من يفعل هذه الأفعال ويتهم من قام بها بالشركة يقول لدينا صورة ونموذج يعني قوم نوح عليهم السلام طيب ممتاز قوم نوح كانوا يعتقدون أنه لا إله إلا الله ولا كانوا يعتقدون أنه هذه أرباب من دون الله أرباب لكن كانوا عباد صالحين في السابق ممتاز لما كانوا يعتقدون أنهم عباد صالحين عندما كانوا يعتقدون أنهم عباد صالحون وأنهم ليسوا سواء يعني وضعوا هذه الصور لمجرد التذكير بالله عز وجل هل كانوا في تلك اللحظة مشركين؟ لا لم يكونوا مشركين ممتاز سيب هذا الذي نقوله قد يكون الفعل محرما قد يكون ذريعة للشرك لكن لا يكون شركا حتى يبلغ بالشخص أن يعتقد في المصروف له هذه العبادة أنه فيه شيء من خصائص طربوبيه لذلك قوم نوح أول ما وضعوا هذه الصور أخطأوا وفعلوا فعلا حراما وبدعة ومنكرا لأنهم كانوا ذريعة تصروا هذا ذريعة للشرك لكنه لم يكن شركا حتى اعتقدوا فيها أنهم أرباب مع الله أو بدون الله سبحانه وتعالى